أنواع النماذج لTypes or Administrative Models طبعا كما سبق وذكرنا أن هناك ليس نوع واحد من النماذج هناك عدة أنواع من النماذج النماذج تتشابه في الهيكلية في الشكلية هناك معلومات ثابتة ومعلومات متغيرة لكن أنواع النماذج تختلف من حيث النماذج ومدى الحصول على المعلومة ما هي المعلومة المطلوبة الحصول عليها مثل نماذج للمشاكل نماذج لمعرفة سير العمل للشكاوي إلى آخره طبعا نلاحظ أن هناك أنواع أو نوعين مختلفات من النماذج نماذج داخلية لإنتيارنا المودل مدام داخلية إذن تستخدمها داخل المنظمة منها نماذج للتذكير والتي تستعمل لإبلاغ العاملين بالتعليمات بالأوامر بالكرارات التي صدرت من الإدارات المختلفة هذه الكرارات يجب تنفيذها طبعا يتم تنفيذها من خلال هذه النماذج أو السجلات المحاسبية التي تتمثل في السجلات والدفاتر المحاسبية نماذج إخبارية تهدف إلى عرض المعلومات والبيانات على شكل تقارير كل ذلك تعتبر نماذج داخلية طبعا مدام هناك نماذج داخلية سوف يكون هناك بالضرورة نماذج خارجية نماذج الخارجية يتم استخدامها في مجال الاتصال الخارجي يعني منظمات أخرى بالمجتمع إلى آخره حيث ترسل أو ترسل من المنظمة إلى المنظمات الأخرى أو إلى الزبائن والمتعاملين مع المنظمة اللي هم المجتمع مثل الفواتير كشوف الحسابات والشكات والشعارات الحسم والإضافة كل ذلك تعتبر من النماذج الخارجية